شكراً للأخ الرئيس وأود أن أستثمر هذه الثواني المحدودة كي أشكر اللجنة بالحقيقة على أخراجها هذا التقرير الذي طال انتظاره وتبنيهم للمقترحات التي تشرفت وجميع الزملاء بتقديمها بأكثر من قضية هامة وأشكر أيضاً الإدارة الحالية التي هي العامة للعاقة التي واضح أنها داخلة بنفسية تعاون للأسف كان في إدارات متعاقبة دائماً نفسيتها كيف أقلل حالات الإعاقة كيف أمنعهم وأحيلهم على إدارة المسنين بالشؤون كيف أمنعهم وأحيلهم على الصحة وأنها أمراض أو أمراض شيخوخة حتى نقلل الإعاقة واضح الآن نفسية جديدة وإدارة جديدة نتمنى لها التوفيق إن شاء الله ولعل باكورة أعمالهم هو هذا التعاون مع هذه اللجنة النيابية إضافة المرأة المكلفة برعاية معاقين سواء كانوا كويتين أو غير كويتين هذه إضافة طال انتظارها اليوم ترى النور جواز إضافة مكلف ثاني برعاية الإعاقة الشديدة هذه مطالبة قديمة اليوم بإذن الله ترى النور زيادة في عدد من المخصصات الموجودة على سبيل مثال بدل السائق والخادم أيضا زيادة مشكورة تشكر على تبنيها اللجنة ويشكر على الموافقة عليها الوزير والحكومة تخفيض ساعات العمل للإعاقة البسيطة وايد من الإعاقات البسيطة يحتاج مثل هذا التخفيض ويقول لماذا اعتبرتوني بسيطة البسيطة كأنها رفض اليوم لا نعيد الاعتبار للبسيطة وتمنح امتيازات أسوة بالمتوسطة والشديدة أيضا الأخ الرئيس تخفيض التقاعد المبكر مساواة الرجل مع المرأة في العشر سنوات وعدم جعل عشرة وخمستعش إضافات تحسب لهذا القانون